هناك اهتمام. هناك اهتمام. هناك استيعاء لما هو ضرورة الفلسفة في تنمية هذا الوطن العربي. اعمال العقل هو مشروع مجتمع واسع. يبدأ من من الطفولة الاولى بالمدرسة. مؤسسات الكبرى التي تعمل على على تحضير العقل العربي. لازمها تكون مشاركة في هذا الحركة او الحركية الفلسفية في العالم العربي حتى نصل الى مستوى من التفكير او القول باننا نقوم بالعمل على اعمال العقل في العالم العربي. انا تعجبني كثير عبارة ليزينغ الازمنة الضلماء التي منعت من ظهور كثير من المفكرين بسبب يعني ظروفهم صعبة في اثناء الحرب العالمية التانية او اثناء الحروب بشكل عام يعني يختفي العقل. لكن الان ربما لسنا في زمن الحروب بامتياز لكن هنا في زمن لا يسمح ايضا باستخدامات العقل وبدهوره. لانه المحيط او السياق العام التقني التكنولوجي يعني الشبكات تواصل كثيرة. يعني في كثير من الكلام عن المعرفة لكن استخدامات العقل ضعيفة وقليلة جدا وتختفي من تقريبا من كل المؤسسات الاقتصادية سياسية تربوية. لا احد الآن يفكر يعني فعلا على تربية الطفل كيف يفكر او المواطن كيف كيف يستخدم عقله كيف يختار كيف يقرر في حياته وفي حياة الاخرين ايضا. وبالتالي فيه موجة من الاستهلاك العام دفع المواطنين الى استهلاك اكتر و الى اقتناء حاجات اشياء اكتر حتى ربما لا اليه. لست ليسوا بحاجة اليها. لست ليسوا بحاجة اليها. هذا الالهاء لا يتمشاش مع وظائف العقل والتفكير والتفكر. مسألة رومانسية ربما تعود بنا الى عصور الانوار ومشروع التنوير وانه فيها يعني في مرحلة معينة يمكن ان يصل اليها. تصل اليها البشرية وصل اليها الانسان. الكل يفكر ويستخدم عقله وبالتالي تصبح الحياة اسهل وابسط. حتى كارل ماركس يعني مشروعه السياسي الاشتراكي يعتمد في جزء كبير منه على استخدامات العقل. يعني الانسان يفكر بمنطق اكتر و بمصلحة الجميل. هذا نوع من الحلم الطباوي. نظن باللي هذا الرومانسية اختفت شيئا فشيئا.